موسيقى على هامشي مشاركته بمؤتمر ميونيخ السوداني يواصل اجتماعاته في ألمانيا ويوجه دعوة إلى أمين عام الانتربول لزيارة العراق من دون رقيب شركات الصرافة تواصل المضاربة بالدولار ومستشار الحكومة يعز فرق السعر إلى الحوالات المالية بعد توقف للسنوات استئناف العمل بمجسر الإسكان في ذيقار وبابل بانتظار تخصصاتها المالية لإنجاز المشاريع ستابعون أيضا في نشرتنا قوافل مساعدات العراق لضحايا الزلزال تستمر ثلاث طائرات إغاثية تحطر حالة بتركيا ومثلها تصل سوريا اليوم من العنوين إلى تفاصيل النشر أهلا بكم تستمر لليوم الثاني فعاليات الدورة التاسعة والخمسين من مؤتمر ميونيخ للأمن والسلام في ألمانيا بمشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد الشعى السوداني وتركز أعمال المؤتمر لهذا العام على الأوضاع في أوكرانيا وتداعيات الحرب الروسية وكذلك سيكون للتغير المناخي حصة من المؤتمر إلى جنب التهديدات على السلم العالمي والسياسات الأمنية في مواجهتها هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشعى السوداني دعوة إلى الأمين العام لمنظمة شرطة الجنائية الدولية الانتربول يورغانشتوغ لزيارة العراق السوداني خلال لقائه الأمين العام للانتربول في ميونيخ أكد أن سرقة المال العام واستخدام النظام المالي العالمي لتهريب وغسيل الأموال يعد جريمة دولية عابرة للحدود مشيرا إلى أن استرجاع المطلوبين بهذه الجرائم من أهم خطوات ردع هذه الجريمة مبديا رغبة العراق في الإفادة القصوى من المجالات التي توفرها منظمة الانتربول رئيس مجلس الوزراء محمد الشعى السوداني أكد رغبة العراق في تعزيز أفاق التعاون مع بريطانيا السوداني وخلال لقائه وزير خارجية بريطانيا جيميس إكليفرلي في ميونيخ أشار إلى تطلع العراق لبناء علاقات متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي ورغبته في تعزيز أفاق التعاون مع بريطانيا وفي لقاء آخر مع رئيس المجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي أكد رئيس الوزراء استمرار جهود العراق الدعم للإستقرار والتهديئة وسياسة التواصل والحوار التي انتهجها إزاء مختلف الأزمات إذن مشاهدينا الكرام نتحدث عن هذا الموضوع مع الباحث في شان السياسية سيد صالح العبساوي عبر سكايب أهلا ومرحبا بك سيد صالح أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله من قناة الرابعة سيد صالح مشاركة وصفت بالمهمة لرئيس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني في مؤتمر ميونخ للمناخ بداية نسأل عن الأهمية المتأتية للعراق في المشاركة في هذا المؤتمر تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم وحيك وحيي السادة المشاهدين من قناة الرابعة أريد أن أبين أن العلاقات الدولية في هذا الظرف العراق الذي مرضي هي ضرورية جدا لحياء الدورة الإقليمية وحياء الدولة في هذا المجال رصوصا بعدما ابتعد العلاق في الفترة الماضية عن الحوار الفكري الهادف سواء كان في المواضيع الفياسية أو المواضيع المناخية أو أي مواضيع أخرى يمكن من خلالها أن العلاق يكون مصاف الدول اللي ممكن الحواره وهذا موضوع المناخي اللي اليوم كان محاضر حضور العلاق فاعل ممكن أن يقلل من نسبة انبيعات الحراري اللي أصبح حاجس ورعب شكل الدول العظمى وأيضا التقليل من الوقود اللي أيضا هذا الوقود اللي ممكن يشكل خطر في السنوات القادمة لأن مهمة المناخ هو يعتبر ملك للإنسانية بشكل عام بالتالي هذا الموضوع نحن متخلفين ومتأخرين جدا في هذا الموضوع أيضا على هامش هذا اللقاء قطعا ستكون هناك نقاشات سياسية ونقاشات اقتصادية هنا السؤال سيد صالح عذرا على مقاطعتك يعني اجتماعات ولقاءات عديدة عقدها السيد السوداني في ألمانيا مع كثير من الرؤساء المستشارين إلى آخره هذا الانفتاح الكبير على المحيط الخارجي كيف يمكن للعراق استغلاله اقتصاديا كما ذكرت وأمنيا وحتى سياسيا اليوم العراق يعاني من أزمة كبيرة هي أزمة كيفية تنظيم وإدارة هذا الإدارة الأموال في العراق مشكلة كبيرة يعاني منها العراق في كيفية تحويل تلك الموارد الموجودة في العراق من تصدير النفط إلى خدمات كبيرة وإنعاش الاقتصاد وإنعاش المصارف وإنعاش المورد الآخر والذي هو الزراعة في أن يكون ساند وداعم للدولة العراقية وبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى دعم الدول المتطورة من ضمنها ألمانيا وبريطانيا العظمى وغيرها والولايات المتحدة الأمريكية أيضا بحاجة إلى تصدير أفكار العراقين بأن العراق على عهد جديد ممكن يكون على عهد التعاون ومد يد العون ومد يد التصافح والعون من تلك الدول هذا المحور أنا أعتقد كبير جدا يضاهي أهمية الحوار بلعون الأخير وزارة الخارجية العراقية بعلومات المتحدة بل هو ينافس لأن البات المتحدة بفردها لا تستطيع أن تكون قوة عظمى عظمى بمنع بمعذل عن بقية الدول فقالت التحق الأوروبي أو غيرها هذا الانفتاح أعتقد بالقادمة إذا كان له منهجية كبيرة نحتاج لها منهجية وتوفيق رئاسة الوزراء يجب أن تتوثق هذه الاتفاقات ويجب أن تكون خارطة طريق مع بريطانيا وغيرها أنا أعتقد بحث النقاط المشتركة مع تلك الدول هي مهمة بعد النقاط الاختلاف أيضا إعطاء صورة العراق أنه بعيدا عن محور التحالفات نعم سيد صالح نعم في سؤال أخير لو سمحت لي نتحدث بنفس السياق دور العراق الأقليمي والدولي المتوازن إلى الآن يعني يختلف عليه اثنان خير مثال العلاقات اليوم مع الأضداد كإيران وأمريكا من جهة وأيضا إيران والسعودية من جهة أخرى هل سينجح العراق في التقريب بين الفرقاء خدمة لاستقراره واستقرار المنطقة بشكل عام نعم يعني أنا ملاحظة ومتابعة لهذا الموضوع العراق استطاع أن يضع المجر وآلة التكبير وزجاج التكبير على كل نقاط التشابق ما بين العراق والولايات المتحدة ما بين العراق والسعودية وما بين العراق وإيران وبالتالي هذا الاندماج وإبعاد نقاط الاختلاف ساعدت كثيرا في أن يكون العراق محور تفاهم ومحور أمن ومحور جذب لأفكار المتقاربة لذا نلاحظ أنه علاقات العراق مع المملكة العربية السعودية هي علاقات كبيرة جدا وأيضا العلاقات التاريخية الكبيرة مع إيران أيضا بدأت تتفهم وضع العراق أن يكون هو ساند وليس هو ضد تتفهم بأن العراق ممكن يكون هو داعم للمنطقة واستخارها بدل ما نكون أنه حالة دباع وحالة صد وحالة ساتر أمام ضد دولات المتحدة تحول كبير في رؤية إيران وتحول كبير في رؤية المملكة العربية السعودية بأن العراق مبعث أبميناً بدل ما نكون وساتر للمحاربة وساتر للاغتتال أعتقد هذه الفكرة بدأت تنضج خلال هذه السنوات خصوصاً قبل أكثر من ستة أشر وهذا الفعل مباحثات التي كانت خفية من خلال رجال الضل في أجهزة وزارة الداخلية أحسنت سيد صالح جزيل أشكر لك على كل هذه التوضيحات والمعلومات كنت معي الباحث في شأن السياسية سيد صالح العبساوي أبراسكيب اشتركوا في القناة إذن مشاهدين الكرام في أسعار الدولار وتقلباته تواصل أسعار صرف الارتفاع أمام الدنار العراقي في تعاملات الأسواق المحلية وسجلت أسعار البيع مئة وثلاثة وخمسين ألف دينار لكل مئة دولار فيما بلغ شراء العملة الأجنبية مئة واثنين وخمسين ألف دينار في الأثناء يوصل مصرف رافدين فتح فروع جديدة لبيع الدولار بالسعر الرسمي البالغ ألفا وثلاثمائة وعشرين دينار هذا وعلل مستشار رئيس الوزراء الشؤون المالية مظهر محمد صالح سبب اختلاف سعر صرف الرسمي عن السعر الموازي للتحويلات التي تشكل نحو تسعين بالمئة من الطلب على العملة وأشار صالح إلى أن هذه الحوالات خاضعة لقواعد الامتثال الذي فرضته وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركيين مضيحا أن كل هذه مشكلات مؤقتة ومع انتظام التجارة الخارجية للعراق وخضوعها لضوابط الامتثال والشفافية والحوكمة ستستقر أسعار الصرف تتحايل عدة صرفات على توجيهات البنك المركزي الخاصة ببيع الدولار الأمر الذي أثار امتعاض المواطنين وصعب من عملية خفض سعر الصرف توجيهات البنك المركزي المتعلقة بسعر صرف الدولار يقابلها بما يوصف بالتحايل من معظم أصحاب الصرفات أغلبهم لا يبيعون الدولار للفئات المخولة بالشراء بحجة عدم امتلاكه ويكتفون بالشراء أو يبيعون للمسافر 1500 دولار ويسجلون في قوائم البيع 5000 دولار هذه الإجراءات وتحديد منافذ لبيع الدولار منافذ معتمرة رسمية الغريب بالأمر والمعيب في الموضوع أن هذه القضية تم التلاعب بها وهناك من يضارب بسعر الدولار يساوم المسافر ويساوم المواطن على أنه يعطيه 15 إلى 20 ورقة مقابل التوقيع على 50 ورقة وهذه عملية سرقة وعملية التفاف وتحايل وفي كل المحافظات العراقية هذا الإجراء متبع مواطنون أبدو امتعاضهم من تحايل أصحاب الصيرفات واتباعهم هذا السلوك الذي لم يسهم بخفض سعر الدولار وما إلى ذلك من انعكاسات على السوق بشكل كبير الناس مضطرة يعني مثلا المعتمر المسافر يخاف يوصل إلى المطار ويروح إلى المنفذ الحكومي اللي يبيع بسعر الدولة وبالتالي قد يكون ما يلقى الدولار وهو على سفر يعني طيارته أمامه فيضطر شي يسوي يضطر يروح إلى المضاربين يضطر يروح إلى الشركات الأهلية اللي هي قد تكون بشكل أو بآخر متعاملة مع بعض الموظفين في هذه المنافذ الحكومية الرئيسية نحن كتجار محافظة واسط عملنا خصائر كبيرة جدا يتحملها فقط التاجر ما يتحملها للمواطن ولا يتحملها الدولة لأن احنا أكيد جاي نبيع بالدينار العراقي والدولة كانت سياستها مرسومة على مية وثلاثين مية واثنين وثلاثين نحن نبيع على مية وثلاثين ولكن النتيجة شنو؟ نحن وجاي نبيع بخسارة ولكن عندما نريد نشتري الدولار نلقى الدولار مية وخمسين أو أكثر من مية وخمسين هذا ولم تحصل قناة رابعة على إجابة من الأمن الاقتصادي لإمتناعهم من التصريح بهذا الموضوع أو معرفة أسباب عدم تفعيل دورهم في كبح هذا التحايل من أصحاب محال الصرافة وما تسببه من مشاكل سجاد العطية رابعة واسط أعلن أربعة نواب في البرلمان انشقاقهم من حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بيان لحملة التصحيح في الأنبار ذكر أن النواب المنسحبين هم فلاح الزيدان ولطيف الورشان وعادل المحلاوي ويوسف السبعاوي كما أعلن النواب عن بقائهم ضمن تحالف السيادة حفاظا على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره نيابيا يعقد مجلس النواب جلسته يوم غد الأحد لمناقشة وقراءة عدد من القوانين وبحسب جدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس إن جلسة الأحد تتضمن قراءة خمسة مشاريع قوانين بينها التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك ومشروع إقرار البيانات المالية للسنة المالية 2014 ومشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وأخيرا قانون الشركات الأمنية الخاصة أكدت لجنة الأقاليم والمحافظات الفرلمانية أن الاتفاقات السياسية هي من لها الكلمة الفصل في حسم صيغة قانون الانتخابات المحلية بعيدا عن الأمور الفنية رئيس لجنة خالد الدراجي قال أن القوى السياسية الكبيرة تؤيد اعتماد قانون القوائم القديمة والدائرة الانتخابية الواحدة ورأى الدراجي أن الدوائر المتعددة ستكون ناجحة أكثر في إدارة الانتخابات المحلية كون الدائرة الواحدة ستجهض القوائم الفردية مرة توصف بالسدار المفصل على الأحزاب الكبيرة وأخرى بالصيغة العادلة التي تحدد استحقاقات الأحزاب قانون الانتخابات وإشكالياته يعود للواجهة من جديد ويتربع على قائمة الملفات الخلافية داخل البرلمان وخارجه للعودة إلى طبيعة الانتخابات التي تحقق أهداف وطموحات الكثير من الكتل السياسية تحالف إدارة الدولة يتوجه لتعديل قانوني الانتخابات النيابية ومجالس المحافظات ودمجهما بقانون واحد وإلغاء نظام الدوائر المتعددة الذي تم العمل به في الانتخابات الأخيرة أغلب المعترضين إن لم يكن كل المعترضين هم لا يؤثرون ثقلا داخل السلطة التشريعية خصوصا للمستقلين وأما السيد السدر الذي يمتلك القوة الشعبية وسابقا يمتلك القوة السياسية الآن لا يمتلك القوة السياسية فقط يمتلك القوة الشعبية هل إنه سيتقبل التغيير والعودة لقانون سانت ليغو المعدل الذي يعتبر أس المشكلة بالعملية الديمقراطية العراقية أم سيكون هناك تظاهرات واحدة جهازة المستقلون والأحزاب الصغيرة هما من اعترض على تحرك الكتل السياسية داخل البرلمان لتعديل قانون الانتخابات الحالي واستبداله بسانت ليغو الذي يرونه بالمفصل على مقاسات الأحزاب السياسية الكبيرة في آلية احتساب الأصوات الانتخابية وتوزيع المقاعد لا هذا القانون ولا ذاك رفض قد يكون منطقيا لقانون الانتخابات المقترح لسببين أحدهما الابتعاد عن خلق مشكلة سياسية والآخر لمراعاة التوازن بين الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة إصرار تحالف إدارة الدولة على تعديل قانون الانتخابات ربما سيمضي بأي موقف سياسي قد يقتنع به الجميع بعيدا عن الاعتراضات الموجودة داخل البرلمان أحمد ليث بغداد الرابعة كشفت شركة جنيرال الكتريك الأميركية عن خطط استراتيجية شاملة لتحسين واقع الطاقة في العراق مدير الشركة في العراق رشيد الجنابي ذكر أن الخطط تتضمن عدة مبادرات لدعم الانتقال لأستخدام مصادر طاقة أنظف ومواصلة تعزيز قدرات العاملين في مجال الطاقة من العراقيين ولفت إلى أن المبادرات تشمل استخدام الغاز المصاحب لإنتاج الطاقة في توليد الكهرباء وتحويل محطات الطاقة الحالية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة انفراجة مرتقبة ستشهدها محافظة بابل من ناحية التخصيصات والخدمات بعد مباشرة اللجنة التنسيقية بين المحافظات أعمالها يأتي هذا في وقت دعا فيه مراقبون إلى ضرورة استبرار رقابة من قبل الحكومة الاتحادية لضمان سيابية جاز المشاريع غايتنا وهدفنا هو بناء المحافظة لم تعد الحكومة المحلية متفردة في القرار كما في السابق فالهيئة التنسيقية ما بين المحافظات قد بدأت بواجباتها بعد اجتماع محمد الشاع السوداني بكافة المحافظين بابل هي الأخرى لم تكن بمناء عن القرارات الحكومية فالتواصل مع بغداد بات واجبا لضمان حقوق المحافظة من ناحية التخصيصات المالية ودعوة اللجان البرلمانية وحتى جهات حكومية رفيعة كما حصل في زيارة رئيس ديواني رئاسة الجمهورية أنا مرة أزور بغداد ومرة أدعو الحكومة في بغداد لزيارة بابل الغاية من هذا الموضوع أنه نسلط الضوء على محافظة بابل بما تعانيه من مشاكل النقاط الإيجابية الموجودة بيها الحسنات الموجودة بيها النقاط القوة الموجودة فيها حتى نعززها والنقص الكبير طبعا في صدارة المشهد النقص الكبير اللي موجود عندنا في محافظة بابل النقص بالتمويل والنقص بالخدمات هذه الأمور مجتمعة مع بعض مرة ندعوهم لزيارتنا مرة ننزور الوزارات ويرى مراقبون ضرورة متابعة شؤون المحافظة من قبل حكومة المركز لضمان إنسيابية المشاريع وحتى الإطلاع على الواقع الخدمي لضرورة النهوض بواقع بابل كونها قد عانت على مدار اختلاف الشخصيات التي تسلمت منصب المحافظ ومدراء الدوائر المهمة كمحافظة بابل يجب أن تكون قوية بهايكلها الإدارة اللي متمثل بسيارة المحافظ والمعاونين والمستشارين لأنه من خلالهم هم يتم تفعيل المشاريع والميزانية وصرف المستحقات اللي هي تضمنها المشاريع مرت ثلاثة أشهر على استلام حكومة أسلان زمام الأمور في المحافظة ولا تزال تعمل على مد جسور التواصل بينها وبين حكومة بغداد حيث تمثلت باستلام التقسيصات المالية لبعض المشاريع في أولى خطواتها لتنفيذ البرنامج الحكومي في المحافظة زيد الشهيب أرابعة بابل إلى أكثر من 75% وصلت نسبة الإنجاز في إنشاء مجسر الإسكان بمحافظة ذيقار فبعد توقف دام سنوات عاد العمل بالمشروع بعد إنهاء التعرضات التي كانت تعيق إنجاز المشروع بوطيرة متصاعدة يعود العمل إلى مجسر الإسكان في ذيقار بعد توقف دام لنحو عقد من الزمن حيث قفزت نسب الإنجاز من 8% إلى أكثر من 75% وفق الشركة المنفذة للمشروع العمل مستمر والحمد لله والعمل على عدة محاور يشمل المجسر مجسر رئيسي يشمل المشروع المجسر رئيسي وأربع جسور ثانوية إضافة إلى المقتربات والطرق المحاذية للمجسر ويهدف المشروع إلى فك الزحامات الخانقة في هذا التقاطع الحيوي في المدينة وصد دعوات بإنهاء العمل بالسرعة الممكنة وحل المشكلة المالية للمشروع من قبل حكومة ذيقار المحلية بالتعاون مع بغداد فضلا عن حل تعارضات الدوائر الخدمية جسر الإسكان الصناعي واحد من المشاريع المهمة في مدينة الناصرية طبعا إذا اكتمل هذا المشروع سيفك الكثير من المشاكل والاختناقات اللي يعاني منها جنوب مدينة الناصرية المرتبط مع قضاء سوق الشيوخ هذا المجسر راح يكون باتجاهات متعددة أعتقد راح يخفف كثيرا من معاناتنا طيلة السنوات الماضية نعمل من الجهات المعنية القائمة على المشروع لسراع بتنفيذه وإكماله خلال فترة المقبلة أمال كبيرة معلقة باكتمال هذا المشروع وباقي المشاريع الاستراتيجية في محافظة ذيقار التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين بعد عقود من الحرمان لا يمثل هذا المجسر مجرد وسيلة لعبور العجلات فحسب بل هو واجهة للمحافظة وعمل طال انتظاره ليكون حلا يخفف زحامات مرورية خانقة من ذيقار نور صادقة قناة الرابعة الفضائية موسيقى أهلا بكم من جديد إلى الشأن الأمني أعلنت القيادة الأميركية الوسطى مقتل الإرهابي حمزة الحمصي القيادية البارزة بداعش الإرهابي في سوريا بيان للقيادة الأميركية أشار إلى أن مقتل الحمصي تم خلال عملية عسكرية بغارة أميركية في شمال شرق سوريا وكشفت القيادة عن إصابة أربعة جنود أميركيين خلال العملية من جهتها أكدت مستشارية الأمن القومي العراقي أن مقتل الإرهابي حمزة الحمصي هو نتيجة تعاون أمني مشترك مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج في تغريدة عبر تويتر أشار لنا استهداف الإرهابي الداعشي بعملية نوعية في سوريا يؤكد العمل المشترك للقضاء على قادة الإرهاب الداعشي أينما كانوا لافتان لأن العمل الأمني المشترك قائم مع القيادة الأميركية في سوريا لتتبع قادة داعش والقضاء عليهم تتكرر الخروقات الإرهابية بين الحين والآخر في المناطق الرخوة أخرها كان في الطارمية فيما تواصل الأجهزة الأمنية عملياتها الاستباقية للحد من هذه الهجمات بين الحين والآخر يشن تنظيم داعش الإرهابي هجماته على قوات الأمن العراقية والمدنيين في بلدات وقرى تقع في شمال وغرب البلاد وآخرها الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن وخلايا داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد مخلفاً عدداً من الشهداء والجرحى في صفوف الجيش العراقي هجمات بحسب محللين تأتي ضمن إطار عدم تنشيط المعلومات الأمنية والمتابعة الاستخبارية الجهد الاستخباري عندما تزرع أناس في وسط هؤلاء سيأتوك بمعلومة دقيقة جداً وكذلك التكنولوجيا الحديثة القطعات العسكرية لم تكن لديها والاستخبارات لم تكن لديها معلومات فإن العناصر الداعشية أو الارهابية ستعمل بمنتهى الحرية وتتحرك حكومة السوداني إلى إيجاد معالجات جديدة من المؤمل منها وضع حد للخروقات الأمنية المتكررة في المناطق الرخوة فيما يفسر المراقبون بأن تكرار الهجمات الإرهابية الأخيرة يدخل ضمن دائرة استغلال داعش للصراعات والانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد الدواعش التي هي تعتبر في أضالة وتحاول أنه تستغل فجوة هنا أو أزمة هناك أو مشكلة هنا لتخرج خلاياها النائمة بعمليات إجرامية عندما يكون الجانب الأمنية والقوات الأمنية بعيداً عن المشاكل السياسية أعتقد هذا الحل الأنسب للمحافظة على أمن واستقرار العراق يجب أن تكون القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها بعيداً عن الملاكفات السياسية وإثر ارتفاع معدلات الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية وغيره من المناطق التي يجد فيها داعش موطأ قدم لعملياته الدموية تنفذ القوات الأمنية عمليات عسكرية واسعة في محاولة منها لمسك الملف الأمني وعلى الرغم من نجاح القوات العراقية في إفشال بعض العمليات الإرهابية إلا أن داعش ما زال يشكل خطراً كبيراً على أمن واستقرار البلاد يقول مراقبون فقار فاضل بغداد الرابعة انتشلت مديرية الدفاع المدني خمس جثث من عائلة واحدة أفواً بعد انهيار سقف منزل عليهم في محافظة الديوانية بيان للمديرية أكد انتشال خمس جثث كانت تحت ركام سقف منزل متهالك وقديم في منطقة حي الوحدة مشيراً لأنه تم تسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفق الإجراءات القانونية ترجمة نانسي قنقر وفي ملف الزلزال المدمر أعلنت الخارجية العراقية رسال ثلاث طائرات إغاثية جديدة إلى تركيا فيما كشفت عن إصابة 22 من الرعاية جراء الزلزال المدمر الوزارة أوضحت أن ثلاث طائرات إغاثية جديدة وصلت إلى مدينة غازي عنتاب التركية وأن دبلوماسية الاستجابة الوطنية تواصل جهدها لتقديم أعلى مستويات الدعم لأنقرة ودمشق كما أشارت إلى أن عدد الجرحى من أبناء الجالية العراقية الذين تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في تركيا بلغ 22 شخص وزارة الخارجية أعلنت أيضاً إرسل ثلاث طائرات إغاثية إلى مدينة اللاذقية السورية بيان للخارجية ذكر أن ثلاث طائرات إغاثية ستصل إلى اللاذقية تحمل مساعدات طبية وغذائية ومستلزمات لوجستية لدعم المتضررين من الزلزال يوصل العراق إرسال المساعدات إلى سوريا لإغاثة المتضررين من الزلزال إذ جسد العراقيون حكومة وشعباً رسالة إنسانية سامية منذ اليوم الأول للكارثة قافلة إغاثية أخرى تنطلق من البصرة إلى سوريا هي الأكبر بـ 25 شاحنة كبيرة هذه الشاحنة تحمل مواد غذائية وعلاجية مختلفة فضلاً عن الأغطية والألبسة وألعاب الأطفال لمدة سبعة أيام الحمد لله أشكر استطعنا أن نجمع أكثر فقط في منطقة قبل أكثر من 25 مركبة كبيرة مع مبلغ أكثر من 21 مليون هذه المواد قسمت بينها مواد غذائية بأنواعها أواني منزلية بأنواعها بطانيات، دواشق، أمخار، أنواع، كذلك الملابس بأنواعها، المواد الغذائية، الفرشات، حتى الأدوية حملت شعار العشق العراقية كرسالة إنسانية سامية على وقع كارثة الزلزال المدمر هذه الأرسال الإغاثية لم تستغرق سوى يومين لإكمالها وحتى أطفال السرطان شاركوا بدعمها مالياً بنية الشفاء والدعاء لهم قواف أنها تمثلها بها كافة المواد الغذائية بما يحتاجها الإنسان من مياه مال أطفال، حليب أطفال، تكرم حفاظات، ملابس أطفال، ملابس رجال حتى قوض درجة أولى أكثر من قناة قلت لهم أيضاً من خلال قناتكم اذكرت موضوع كل شيء مهم أن أطفال السرطان جمعة وماء يقارب 450 ألف دينار الأطفال، أطفال السرطان والدونة 450 ألف دينار وكذلك جميع الأخوان مستمرين لكبال كل المتطلبات طبعاً الغذائية بأنواعها تمنى الشكر والطحين والدهن والزيت شينه ببالك؟ شينه ببالك؟ يخدم الإنسان متوفر بهذه الترائلات 25 ترائلات متنوعة منذ سبعة أيام والقوافل الإنسانية لم تنقطع من البصرة رغم بعد المسافة والأجواء الباردة البصريون الذين نصبوا المواكب هناك يؤكدون استمرارهم حتى إعلان الحكومة السورية الاكتفاء الذاتية وغلق الحدود هي أكبر قافلة إغاثية ستدخل الأراضي السورية تحمل مواد غذائية ومستزمات صحية قافلة متكونة من 25 شاحنة كبيرة تم جمعها خلال يومين فقط إيها بن مالكي الرابعة مدينة البصرة ارتفعت حصيلة قتل الزلزال المدمر في تركيا إلى أكثر من 39 ألفاً وستمائة شخص وزير الداخلية التركي سليمان السويلو أشار إلى أن عدد الضحايا حتى الآن بلغت 39 ألفاً وستمائة واثنين وسبعين قتيل مضيفاناً قرابة 82 ألف بناية إما انهارت وإما تضررت بشدة نتيجة للزلزال الذي ضرب البلاد هذا وتمكنت فرق الدفاع المدنية التركية من إنقاذ ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاذ بعد مرور 11 يوماً على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من شباط الجاري وأهزت مقاطع الفيديو التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية المشاعرة كما حظيت بكثير من التفاعلات حيث أعرب الناشطون عن سعادتهم بإيجاد ناجين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة تذكر بأبرز عنوانها على هامشي مشاركته بمؤتمر ميونيخ السوداني يواصل اجتماعاته في ألمانيا ويوجه دعوة إلى ميني عامل انتربول لزيارة العراق من دون رقيب شركات الصرافة تواصل المضاربة بالدولار ومستشار الحكومة يعز فرق السعر إلى الحوالات المالية بعد توقف لسنوات استناف العمل بمجسر الإسكان في ذيقار وبابل بانتظار تخصيصاتها المالية لإنجاز المشاريع تابعتم أيضا قوافل مساعدات العراق لضحايا الزلزال تستمر ثلاث طائرات إغاثية تحط رحالة بتركيا ومثلها تصل سوريا اليوم إذن مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار وأبداء الآراء والملحوظات حول نشاراتنا زرون على موقع القناة الرابعة دوت تيفي وبالتأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى فيسبوك يوتيوب إنستجرام تيليجرام تويتر سنابشات وتيك توك شكرا لكم الكرامي وضيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة